إذن عن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في إيران في ظل حالة الفقرة التي تضرب البلاد مع استمرار النظام بانتهاكاته ضد المعارضين ينضم إلينا عبر سكايد من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي سيدة محمد مرحبا بكم بحسب مركز الإحصاء الإيراني ارتفعت معدلات البطالة في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعا مضطردا وعجيب نوعا ما ولكن إلى ما ترجع هذا الارتفاع في نسب البطالة هل العقوبات الغربية دور في ذلك؟ في البداية أحيي حضرتك وأساد المشاهدين طبعا العقوبات لها تأثير لكن الحصة الأكبر من مسبب لهذه الحالة هي فساد الداخلي فضلا على الصراع ما بين أجنحة النظام الإيراني حيث الآن هذه الأجنحة لم تتفق حول كيفية إدارة البلاد والصعود إبراهيم رئيسي جاء على رغم من أجنحة داخل حتى الحرس الثوري والآن هؤلاء بدأوا بإفتعال أزمات ضد حكومة رئيسي لكن في الواقع من يتحمل كاهل هذه الأزمات هو المواطن والآن نرى أن حكومة رئيسي لأن تجبر عجز الميزانية عادت إلى سياسة قديمة جديدة في إيران وهي رفع صعر صرف العملات الصعبة في إيران خاصة الدولار والمصدر الرئيسي للعملة الصعبة في إيران هو الحكومة أي بمعنى كل ما ارتفع صعر صرف العملة الصعبة في إيران الحكومة تجني أموالا من جيب المواطن لأن سعر صرف العملة الصعبة في إيران يحدد أسعار الخدمات وأسعار السلع وأسعار الطعام بشكل عام تقاس الكلفة والأسعار في إيران وفق سعر صرف الدولار في البلاد من هنا يمكن القول بأن الحكومة والفساد سوء أداء الحكومة والفساد وصراع الأجنحة الآن ينعكس على جيب المواطن لتجبر الحكومة من جيب المواطن عجز الميزانية طبعا حصة أخرى تتعلق بالعقوبات لكنه نعلم أن بعد مجيء أوباما عذرا بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب أصبحت خارج نطاق التنفيذ في الولايات المتحدة وإيران تصدر بحرية نفطها وليس فقط نفطها بل حتى تصدر النفط الروسي باسم النفط الإيراني لمساعدة روسيا للالتفاف على العقوبات القربية طيب أستاذ محمد يعني الحالة الاقتصادية أثرت على الوضع المعيشي للشعب الإيراني في ظل طبعا تزايد نسب الفقر بين المواطنين ولكن في نفس الوقت نرى أن إيران تمول ميليشيات إرهابية ليس فقط في الدول الإقليمية ولكن حتى في بقية ربما في بقية دول العالم كيف يمكن الرد على هذا التناقض وهذه الازدواجية من هذه الأموال هي في الواقع لم تذهب من إيران بل هي تذهب من العراق تحديدا وهذه التمويل يتم من خلال حتى البنوك العراقية يعني إيران أولا تبيض الأموال التي تجنيها من خلال بيع المخدرات في بنوك عراقية طبعا وغير عراقية لأن الموضوع لا يقتصر على العراق هذا الجانب بجانب الآخر التمويل الآن الذي يذهب مثلا إلى لبنان أو إلى اليمن وحتى في الجزائر إيران تمول ميليشيات بوليس آريو هذه الأموال تذهب من جاب المواطن العراقي وطبعا هناك شاهدنا خلال فترة ترامب انخفاض حاد في ميزانية ميليشيا حزب الله في لبنان لكنه بعد مجيء أوباما نرى أن جماعة حزب الله استعادت انفاسها لأموال تتتفق من إيران ومن العراق وجزء الكبير هو من العراق في الواقع تتتفق هذه الأموال وتصرف هذه الأموال على المؤسسات التي إيران تمولها في أوروبا هنا أيضا وحتى في أرجنتين والبرازيل هناك مؤسسات تعمل لصالح إيران وحزب الله وميليشيات أيضا هناك في المثلث الحدودي بين برازيل والأرجنتين وكولومبيا لتهريب المخدرات وإيران نشطة هناك في تهريب المخدرات أيضا سيدة محمد التقارير الدولية ترصد الوضع في إيران حتى بات الإيرانيون مع الأسف يبيعون أعضاءهم البشرية وذلك من أجل تغطية تكاليف الحياة الصعبة إلى أي مدى أثر الغلاء والتضخم على الشعب الإيراني حتى يقومون أو حتى يقوموا ببيع أعضائهم البشرية يعني الآن حسب مثلا صحيفة تسمى بإيران الدنيا اقتصادي بمعنى عالم الاقتصاد تقول أن ما لا يقل عن 70% من مدخول العائلة يصرف على الطعام يعني حتى بعض العوائل ينقصها تنقص الأموال للحصول على الخدمات الأساسية للأسرة فهذا نفس هذه الإحصائية طبعا هي غير حكومية لكنها من صحيفة تعتبر مختصة في الاقتصاد في البلاد وهذه تمت وفق عينات في البلاد أخذت من مختلف شرائح المجتمع مختلف العاملين في مختلف القطاعات في البلاد والنتائج أظهرت أن 70% من راتب الأسرة المدخول الأسري يصرف على الطعام وهذه كارثة بالنسبة لمجتمع مثل المجتمع الإيراني الذي لديه بما يكفي من المصادر الطبيعية يعني إن قارننا مع دول أخرى حتى دول الجوار هذه النسبة لا تتجاوز 40% دول نتحدث عن دول مستقرة في المنطقة فهذه النسبة العالية في إيران أنه يمكن مقارنتنا في بنزويلا يعني الكارثة إلى هذا المستوى في إيران أنه الاقتصاد العائلي اقتصاد المواطن يمكن أن نقارنه بكوريا الشمالية أو بنزويلا سيد محمد نستثمر وجودكم هنا في بانوراما الرافدين ولو فتحنا نافذة أحكام الإعدام يستمر النظام في سياسة الإعدامات ولكن لماذا دائما يلجأ النظام الإيراني للحل الأمني في مشاكله يعني كلما النظام الإيراني يواجه مشكلة كاحتجاجات داخلية أو قرب انتخابات مثلا حساسة في البلاد الآن لا توجد انتخابات طبعا لكنه مشاكل داخلية حادة توجد في إيران والحديث عن إمكانية اندلاع مظاهرات أو احتجاجات جديدة في البلاد يلجأ النظام الإيراني لهذا التصرف يعدم العرب يعدم البلوش يعدم الأكراد ويخاطب أجنحة النظام والمواطن الفارسي ويقول له بأن هناك خطر تفكك النظام خطر تفكك البلاد وليس إسقاط النظام فعليكم أن تشكرون كنظام يحافظ على وحدة تراب إيراني يعني هذه الشماعة تستخدمها طهران منذ عقود وتركب على هذه الموجة تعلق المشانق وتقول لي الجانب الفارسي بأنه إحنا أعدمنا حبيب السيود الذي كان يعمل على انفصال أو تفكيك إيران فهذه الشماعة تستخدم وللأسف هناك من يستمع لها في إيران يعني اليوم أنا أشير إلى شيء طبعا بالنسبة لنا نحن اللي نتابع الشعن الإيراني ليس شيئا غريبا المعارضة الفارسية لم تنطق ولا بكلمة واحدة ولا تدين ولم تدين إعدام الحبيب السيود وهو عدم بدون دليل يعني هذه الاتهامات لصقت فيه لم تكن صحيحة وإن كانت صحيحة يعني خلنا نفترض أنه كانت صحيحة حسب السياسة التي تربناها المعارضة الفارسية تدين الإعدام لم يدينوا الإعدام وحتى لم يشيروا إلى أنه تم إعدام بهذا وكان معارضا مثلنا يعني هم يعارضون النظام الإيراني وحب يساوي أيضا يعارض النظام الإيراني ففي النهاية نرى أن هناك آذان صاغية في شريحة من المجتمع الفارسي في إيران لهذه التصرفات التي يعني يمارسها تصرفات إجرامية ويمارسها النظام الإيراني عبر اسكامي من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر